نحن وشهدية الكرام نبدأ أخبارنا النهاردة في الحياة في مصر مع حضراتكم من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسيوية النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل أوزباكستان في زيارة رسمية كأول رئيس مصري بيزور الدولة دي وهناك هيلتقي بالرئيس الأسباكي شوكة مرديايف وعدد من الوزراء وكمان كبار المسؤولين في أوزباكستان الجانبين هيعقدوا جلسة مباحثات هتهتم بدفع العلاقات بين مصر وأسباكستان وكمان هيشهد الرئيسين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم علشان تطوير التعاون بين الجانبين ده بالنسبة لأوزباكستان أما بالنسبة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين فهناك أكد الرئيس السيسي في كلمته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي قبل طبعا ما يغادر الصين أكد أن مصر هتظل داعمة لجهود التعاون الدولي وده خلال رئاستها الحالية لمجموعة السبع وسبعين والصين وحتستمر كمان في السنوات اللي جاية ان شاء الله في تطوير وتعزيز التعاون الثلاثي لخدمة مصالح الشعوب الأفريقية وكمان الدول النامية كمان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في كلمته أن منتدى التعاون الصين أفريقيا دا مثال يحتذى به للتعاون الفعال والبناء بين الدول النامية اسمحونا مشاهداء الكرام نتابع تفاصيل أكتر عن فعاليات اليوم الرابع لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية الأسيوية في التقرير اللي جاي غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الصينية بكين متوجها إلى أسباكستان في ثالث وآخر محطات جولته الخارجية والأسيوية التي شملت البحرين والصين وأسباكستان زيارة بحث فيها الرئيس السيسي مع نظيره الصيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وقام فيها بالعديد من النشاطات التي كان من بينها زيارة إلى الأكاديمية المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات المختلفة بالإضافة إلى مشاركته في منتدى الصين إفريقيا الذي أكد خلاله أن مصر ستظل الداعمة لجهود التعاون الدولية وحرص على تعظيم لاستفادة من أطره المختلفة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة بما يلبي آمال وتطلعات الشعب المصري وكافة الشعوب الشقيقة والصديقة وأن جهود مصر خلال رئاستها لمجموعة السبعة وسبعين والصين خير دليل على توفر الإرادة والعزيمة لتطوير التعاون بين الدول النامية بما يحقق عالما أكثر إنصافا يضمن فيه كل إنسان نصيبا عادلا من التنمية والعيش الكريم وأشار إلى أن منتدى التعاون الصين أفريقيا أطحى مثالا يحتذا به للتعاون الفعال والبناء بين الدول النامية زيارة للصين تنتهي الآن لتبدأ الزيارة إلى العاصمة تشقند والتي تعدى الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أسباكستان منذ زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي فأسباكستان تسمى بعروسي أسيا الوسطى وتعتبر من كبار مصدر الغاز الطبيعي في كومنويلث الدول المستقلة وتعتبر مصر الشريك التجاري والاقتصادي الأهم لأسباكستان ونقطة انطلاق لتوسيع الصادرات الأسباكستانية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة رئيس سيسي لأسباكستان تأتي تتويجا للتعاون المثمر بين البلدين والذي بدأ قبل 25 عاما ويوجد بمصر 13 شركة أسباكية برأس مال 670 ألف دولار إسراء سعد الحياة في مصر